بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا عزيزاتي الطالبات اليوم شاء الله بإذن الله درسنا بيكون تابع المتتابعات والمتسلسلات الهندسية هذا رابط الدرس الرقمي فيما سبق درسنا تمييز المتتابعة الهندسية وأيضا أوجدنا حدود متتابعة الهندسية وحدها النوني ووجدنا أوساط هندسية اليوم شاء الله بإذن الله راح نوجد مجموع حدود متسلسلة هندسية المفردات الأوساط الهندسية والمتسلسلة الهندسية في المتسلسلات الهندسية يمكننا الحصول على المتسلسلة الهندسية أيضا بوضع إشارة الجامع بين حدود المتتابعة الهندسية يرمز لمجموع أول إن حدا في المتسلسلة بالرمز إس إن ويمكنك إيجادة باستعمال أي من الصيغتين الآتيتين كما في الحال في المتسلسلة المتسلسلة الحسابية عندنا هنا SN تساوي A1 اللي هو الحد الأول مضربة في 1 ناقص RSN على 1 ناقص R بشرط أن R لا تساوي 1 هذا في حال كان عندنا المعطيات الحد الأول وعدد الحدود وR هذه الصيغة العامة الصيغة البديلة لو كان عندنا المعطيات الحد الأول والحد النوني وR رح يكون ما عندنا الان رح يكون SN يساوي A1 ناقص AN في R على 1 ناقص R بشرط أيضا أن R لا تساوي أيضا الواحد لماذا لا تساوي 1 الار طبعا هنا عشان 1 ناقص 1 رح يكون عندنا هنا صفر رح يكون صفر وطبعا الواحد الضرب في 1 ما يأثر فلن تتغير المتسلسلة ما رح يكون تغير في الحدود وهنا رح يكون عندنا في المقام صفرا معنات أنه بيكون قيمة غير معرفة عندنا في مثال أربع من واقع الحياة إيجاد مجموع متسلسلة هندسية في فقرة لماذا إذا استمر النمط هذا النمط لفقرة لماذا؟ فما مجموع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة حتى نهاية المرحلة الثامنة نلاحظ هنا ونفرق جيدا بين المطلوب في هذا المثال وفي المثال اللي في الدرس الماضي في المثال في الدرس الماضي ما عدد الرسائل المرسلة في المرحلة الثامنة عددها يعني قيمة الحد الثامن قيمة الحد الثامن نوجده اللي هو من صيغة الحد النوني AN تساوي أو A8 الآن عندنا نبغى نوجد الثامن على طول مباشرة A8 رح تساوي الحد الأول مضروبة في الأساس المتتابعة SN اللي هو ثمانية ناقص واحد لكن هنا السؤال ما مجموع ما مجموع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة حتى نهاية المرحلة الثامنة يعني المرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة وهكذا طبعا بالنسبة لأحمد أحمد لا يعتبر حد من حدود الحد لأننا بدأنا بالخمسة لنحن نسأل عن الرسائل المرسلة الرسائل المرسلة طبعا هنا يكون نمحل الرسائل اللي أرسلت في الحد الأول في الحد الثامن إلى الرسائل في الحد الثامن أرسلت خمس رسائل إلكترونية في المرحلة الأولى ولدينا ثمان مراحل من الرسائل إذن الحد الأول A1 خمسة والR طبعا كانت خمسة والN هنا أيضا ثمانية رح نستخدم هنا صيغة المجموع وليس صيغة الحد النوني في هذه الحالة صيغة المجموع الحد الأول اللي هو خمسة في واحد ناقص R اللي هو خمسة S N اللي هي ثمانية على واحد ناقص R اللي هي خمسة طبعا ونبسط رح تطلع لنا مجموع الرسائل اللي هي 4882180 رسالة اللي هي مرسلة حتى ثمان مراحل تحقق بكتيريا ينمو أحد أنواع البكتيريا في وسط غذائي بحيث ينقسم إلى جزئين ثم إلى أربعة ثم إلى ثمانية وهكذا إذا بدأ مجتمع هذا النوع من البكتيريا بعدد عشرة الآن لدينا بدأ المجتمع بعشرة فما مجموع البكتيريا فيه بعد ثمان انقسامات الآن بدأ بعشرة نريد بعد ثمان انقسامات طبعا A واحد البداية عشرة ثم الانقسام الأول بيكون A اثنين انقسام الثاني A ثلاثة انقسام الثالث A أربعة وهكذا يعني انقسام الثامن بيكون A تسعة إذن هنا عدد الحدود N عدد الحدود N رح يساوي تسعة A واحد عندنا بعشرة وطبعا بالنسبة نبغى نوجد اللي هو S تسعة اللي هو المجموع الجزئي إلى الحد التاسع المجموع الجزئي إلى الحد التاسع رح نستخدم طبعا صيغة المجموع إذا كتبنا صيغة المجموع S N تساوي اللي هي A واحد مضروبه فيه واحد ناقص R S N على واحد ناقص R واحد ناقص R طبعا نريد R R كم هنا كانت اثنين ثم أربعة ثم ثم ثمانية يعني الضرب فيه اثنين R كم قيمتها هنا أيضا R تساوي اثنين R تساوي اثنين S Q هي المطلوبة عفوا S تسعة هي المطلوبة و N تساوي تسعة و A واحد تساوي العشرة نجي نعوض الآن إذن S N تساوي الحد الأول اللي هو عشرة ناقص الحد الأول اللي هو عشرة مضروب فيه اثنين S تسعة تقسيم 1 ناقص اثنين R اللي هو اثنين إذن بيكون هنا عندنا المجموع يساوي عشرة ناقص عشرة مضروب فيه اثنين S تسعة 2 S تسعة اللي هي خمسمائة و اثنى عشر مقسومة على واحد ناقص اثنين اللي هي سالب واحد إذن مجموع تسع حدود رح يساوي عشرة ناقص عشرة ناقص خمسة آلاف خمسمائة واثنى عشر في عشرة اللي هي خمسة آلاف ومئة و عشرون طبعا تقسيم سالب واحد يعني بيكون هنا عندنا تقسيم سالب واحد يساوي عشرة ناقص خمسة آلاف ومئة وعشرون بتكون سالب عشرة ناقص خمسة آلاف ومئة وعشرون بتكون سالب خمسة آلاف ومئة وعشرة تقسيم سالب بتكون موجب إذن موجب خمسة آلاف ومئة وعشرة هي مجموع الانقسامات مجموع البكتيريا فيه بعد ثمان انقسامات طبعا كما في المتسلسلات الحسابية فإنه يمكن استعمال رمز المجموع للتعبير عن المتسلسلات أيضا الهندسية عندنا هنا رمز المجموع لاحظ في المثال الخمسة أنه طلب إيجاد المجموع من الحد الثالث إلى الحد العاشر هنا في هذا المثال من الحد الثالث إلى الحد العاشر نريد إيجاد المجموع من الحد الثالث إلى العاشر المتسلسلة المعطاها هندسية الدليل على ذلك لأن صيغة حدودها هي أربعة مضربة في اثنين أس كي ناقص الواحد مثل لما نستخدم صيغة الحد النوني اللي هي أن تساوي أواحد مضربة في أر أس إن ناقص واحد نضع قيمة الأي واحد هنا كم الأي واحد اللي هي كم هنا أربعة والأر هنا كم هنا اثنان الأن طبعا هنا كي لأننا نريد من كي تساوي ليس جميع الأعداد الطبيعية إنما مجموعة جزئية من الأعداد الطبيعية فاستبدلنا الأن بالكي ناقص واحد اللي هو رح يعطينا هذه صيغة الحد النوني هنا صيغة الحد النوني لما تكون عندنا نبغى إلى الحد كي فهذا هي اللي تولدنا الحدود نحطها في المجموع يعني معناتها نريد من الحد الثالث إلى الحد العاشر طبعا هنا عندنا صيغة الحدود معطاة بدالة أسية وار تساوي اثنين مثل ما شفنا ونوجد قيمة كل من اي واحد وان والإيجاد الحد الأول نعوض العدد ثلاثة مكان كي رح يطلع لنا الناتج اللي هو اي واحد هنا رح يكون طبعا الآن هنا اي واحد اللي وضعناه بأربعة اللي هو الحد الأول الأساسي اي واحد الأساسي في هذه المتسلسلة الهندسية لكن اي ثلاثة هو اللي قيمته 16 اللي هو يعتبر عندنا هنا الحد الأول لكن عوضنا عنه بكم؟ بثلاثة عوضنا عنه بثلاثة فالآن الحد الأول اللي هو أربعة هنا اللي قلنا أنه هو الحد الأول هو الحد الأول الفعلي لكن الستة عشر هي الحد الأول الذي سنبدأ منه المجموع اللي عوضنا فيه عن الكي بثلاثة إذن طب كم عدد الحدود مثل ما جبنا في المتسلسلات الحسابية عدد الحدود ان بيكون عشرة ناقص ثلاثة زائد واحد يعني ثمانية ثم بعد ذلك نستخدم اللي هي هذه الصيغة للمجموع اس ان يساوي اي واحد في واحد ناقص ار اس ان على واحد ناقص ار يعني الحد الأول ستة عشر الحد الأول اللي هو في هذا اللي نبغى نجيبه من المجموع مضربة في واحد ناقص اثنين اوست ثمانية على واحد ناقص اثنين اللي هي أربع آلاف وثمانية باستعمال الآلة الحاسبة أيضا يمكننا استعمال صيغة مجموع حدود المتسلسلة الهندسية لإيجاد قيمة حد معين من حدود المتسلسلة إيجاد الحد الأول في المتسلسلة الهندسية أوجد اي واحد في المتسلسلة الهندسية التي فيها مجموعها ثلاثة عشر ألف ومئة وستة عشر وإن تساوي سبعة وآر تساوي ثلاثة طبعا الآن هنا أي صيغة راح نستخدم أكيد أننا راح نستخدم الصيغة اللي فيها المجموع الصيغة التي فيها المجموع عشان نقدر نوجد اي واحد لأننا معطيني المجموع طب كم المجموع ثلاثة عشر ومئة وستة عشر والحد الأول مجهول والإن سبع عوضنا وبسطنا وطرحنا هنا ثم بسطنا أوجدنا الحد الأول يساوي إثنى عشر يريد هنا فقط الحد الأول نتحقق أوجد A1 في المتسلسلة الهندسية التي فيها المجموع سالب 26,240 إن تساوي ثمانية R تساوي سالب ثلاثة طبعاً رح نستخدم اللي هو صيغة المجموع مثل ما استخدمناها في المثال هنا A1-A1RSN على 1-R طيب الآن إذن SN معطا عندنا اللي هي سالب 26,240 تساوي الحد الأول هو المطلوب ناقص الحد الأول مضروب في الـR اللي هي سالب ثلاثة SN اللي هي ثمانية على 1-R اللي هي أيضاً سالب ثلاثة رحكون عندنا هنا سالب 26,240 تساوي الحد الأول اللي هي مطلوبة طبعاً هنا بناخذ الحد الأول عامل مشترك هنا لأنه موجود في كل الحدين بأخذ عامل مشترك بيبقى لنا 1-1-3 سالب ثلاثة سالب ثلاثة ثمانية اللي هو موجب 6,561 مقسومة على 1-3 الثلاثة يعني 4 طبعاً هنا 1-6,561 بيكون عندنا هنا سالب 26,240 تساوي الحد الأول مضروب فيه 1-6,561 بتصير سالب 6,560 تقسيم 4 رح يكون الناتج سالب 1,640 يعني عندنا سالب 26,240 يساوي A1 مضروب فيه لأن نقسم سالب 6,560 تقسيم 4 رح يحطينا سالب 16,640 رح أقسم الطرفين على السالب 16,440 طبعاً هنا سالب تروح مع سالب يبقى عندنا طبعاً هنا بيكون عندي 1 تبقى A1 تساوي 26,240 تقسيم 16,440 رح يكون عندنا الناتج 6,10 اللي هي قيمة A1 وممكن أننا نضرب بالآلة الحاسبة 16 في سالب 3 يعطينا الحد الثاني ثم إلى الحد اللي هو الثامن إذا نتج لنا سالب 26,240 رح يكون الحل صحيح هنا عندنا في مثال أربع في تدريب قامت شركة تعمل في مجال التطوير بإرسال أربع من خبرائها إلى بعض الدوائر التعليمية لتدريب العاملين في هذه الدوائر على كيفية استخدام وتوظيف التكنولوجيا في تدريس المناهج فقام كل خبير منهم بتدريب ثلاثة من مشرفي هذه الإدارات وبدورهم قام كل مشرف منهم بتدريب ثلاثين آخرين وهكذا إذا استمر هذا النمط فما مجموع المتدربين الذين سيتم تدريبهم حتى المرحلة السادسة طبعا هنا بيكون عندنا الأي واحد هنا بيكون اللي هو أربع الخبراء اللي هم أعفوا الأربع المتدربين الآن يسأل عن مجموع المتدربين الذين سيتم تدريبهم حتى المرحلة السادسة يعني الأربع خبراء كل خبير منهم درب ثلاثة يعني أربعة في ثلاثة رح يكون كم؟ اثنى عشر كل واحد منهم درب ثلاثة وكل مشرف منهم قام بتدريب ثلاثين آخرين وهكذا إذن هذه أي واحد رح يبدأ الآن باثنى عشر لأن الأربعة كل واحد منهم درب ثلاثة بيكون هنا عندنا كم؟ رح يكون عندنا إثنى عشر الأن هنا رح تساوي كم؟ رح تساوي ستة لأننا نريد إلى المرحلة السادسة إلى المرحلة السادسة نحل هذا في الواجب نكمله في الواجب في هذه المعطيات مع الواجب أربع وعشرين وثمانية وعشرين وواحد وثلاثين وذلك نكون انتهينا من درس المتتابعات ومتسلسلات الهندسية شكرا جزيلا أعزائي الطلاب والطالبات